اقتحموه ثم اعتصموا تحت قبته ليعلق رئيس البرلمان الحلبوس جلساته حتى إشعار آخر بانتظار إعاز من مقتدى الصدر لأنصار تياره لما ستتمخض عنه من نتائج في مفوضات الصدر مع الإطار التنسيقي والتي من المرجح أنها ستجري بواسطة عدة أطراف إقليمية من بينها إيران وفق تقارير صحفية وإعلامية أمريكية أنصار التيار صدري وللمرة الثانية خلال أيام قلائل يعرقلون محاولات الإطار التنسيقي مضي مرشحهم القيادي في حزب الدعوة محمد السوداني في البدء بتشكيل الحكومة الجديدة لتتعالى أصوات الكتل السياسية المحذرة والمخوفة لغاء العام من تهديد السلم الأهلي ومخاطر الانزلاق إلى مواجهة مسلحة دموية بين الميليشيات التي يمتلك كل منها أسلحة الدولة بمختلف أصنافها وثمت المراقبون يرون أن هذا الصراع المحتدم والمستعر بين ميليشيات العملية السياسية يمثل فرصة مواتية إذ كشف كل طرف من المتصارعين عن جرائم وفساد الطرف الآخر على خلفية هذا الصراع حيث أكد موقتد الصدر عبر وزيره أن من يهدد الأمن ويسفه هيبة الدولة في شمالي العراق وفي الأنبار وغيرها هو الطرف الآخر والمقصود به ميليشيات الإطار التنسيقي تفاقم الصراع بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هو انعكاس لصراع الطرفين المتبنيين للعملية السياسية على ولايات المتحدة وإيران ومهما بلغ حجم النزاع فلطالما التقت مصالح واشنطن وطهران في الحفاظ على بقاء الأحزاب الحالية في السلطة أنصار التيار الصدري ومن تحت قبة البرلمان هتفوا بالضد من إيران وأمريكا ومن يواليهما اعتراف متأخر بأساس الخراب في البلاد بينما تتابع الأغلبية الصامتة من الشعب مجريات الأحداث فيما إذا كانت ستنتهي بنسخة عن سابقاتها بالصلح والتوافق أم أن الأمور آخذة نحو التصعيد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر